في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى مواجهة كافة أشكال الخروج على القانون وضبط حائز الأسلحة النارية ومكافحة جرائم الإتجار وترويج المواد المخدرة وتنفيذ الأحكام القضائية واستهداف التشكلات والبؤر الإجرامية ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التي تؤثر على الاقتصاد القومي للبلاد أسفرت جهدها خلال أسبوع عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية جهود متميزة لأجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال أسبوع حققت خلالها الأجهزة الأمنية نجاحات كبيرة في مكافحة شتى صور الجريمة فمن خلال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة أسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن ضبط 416 عنصرا إجراميا ومسرع عشرة من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة بنطاق 19 مدرية أمن والسابق اتهامهم في العديد من القضايا أبرزها سرقة، سلاح، مخدرات، قتل وضبط معهم 255 قطع السلاح ناري وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة والمواد المخدرة وفي مجال استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقة بحيرة منزلة بنطاق محافظات ضميات وبرسعيد والدقهلية ومنطقة السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية تم ضبط 54 متهما وضبط معهم أسلحة نارية ومواد مخدرة وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير مرخصة ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال إسبوع 812 قطع السلاح ناري أبرزها 1110 بندقية 92 بندقية ألية 52 مسدسان 556 فرد محل الصنعة وكمية من الطلقات مختلفة العيرة إضافة لـ 1180 قطع السلاح أبيض كما تم ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية وبداخلها أسلحة نارية وأدوات وأجزاء التصنيع وترسيخا لمبدأ سيادة القانون نجحت أجهزة وزارة الداخلية في مجال تنفيذ الأحكام في تنفيذ 491.092 حكما خضائيا بإجماري 35.013 محكوما عليها من بينهم 1837 حكم جنايا و 173.936 حكم حبس و 247.071 حكم غرامة و 68 ألفا ومائتان و 48 حكم مخالفة وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة نجحت أجهزة الوزارة خلال أسبوع في ضبط 16 تشكيلا عصابيا ضموا 76 متهما قاموا بارتكاب 59 حادث سرقة متنوع وتم كشف غموض 65 حادث متنوع ما بين قتل عمد سرقة بالإكراه حريق عمد انتحال صفة وضبط مرتكبها بإجماري 93 متهما وفي مجال مكافحة المخدرات وضبط المتاجرين فيها تمكنت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع من ضبط 1320 قضية إدجار في المواد المخدرة ضبط خلالها 1454 متهما وبحوزتهم ما يزيد عن 518 كيلو جرام من مخدر الحشيش وأكثر من 1224.5 كيلو جرام من نبات البنجو المخدر وكمية من مخدر الهروين وزنت أكثر من 29 كيلو جرام إضافة إلى ما يزيد على 16.5 كيلو جرام من مخدر استروكس وعدد 130228 قرص مؤثر و60928 قرصة رمضون مخدر و45100 قرص كبتاجون مخدر هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالي 57 مليون جنيها كما تم ضبط أربعة مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان وضبط قضيتين غسل أموال قدرت قيمة الممتلكات فيها قرابة 122 مليون جنيها متحصلة من الإدجار غير المشروعة بالمواد المخدرة ترجمة نانسي قنقر